من المحافظة القادمة وشو نشوف إدارة شيخ اسماعين للمحافظة يعني شيخ اسماعين حقيقة إيجابية وقت صعب صعب جدا بعد خلافات محلية كثيرة وسياسية محلية وسياسية اتحادية كثيرة بعد أخطاء كبيرة من المحافظة اللي سبق شيخ اسماعين ومشاريع من اللي سبق عبمار كنت موجود مشاريع مستمرة كثيرة كانت يولا ماكو هو الآن الرجل والكوادر الموجودة حقيقة جاي يصححون وجاء يعملون بكل طاقتهم ويعني حقيقة أبدع في هذا المجال يعني وجه النظري شيخ اسماعين لم يبخس بجهد أو يقصر أبدا وأحنا معكفيله في بغداد وجدت موازمة الأمن الغذائي وكان أكو توزيعا على النسبة السكانية وكذلك جاء ملف جيد دعم تحركاته وحقيقة وانطاع دعم آخر اللي هو مبالغ الاستقرار وبيه غاية تدري بها مشاريع صغيرة تلبي الحاجة في كثير من المناطق هذه أيضا استخدمها لكثير من مناطقنا في عموم وحداتنا الإدارية الشيخ اسماعين يعني لهذه اللحظة تقييم له هو جيد جدا طيب من المحافظ القادم؟ التحالفات هي اللي راح ترسم هي اللي تفرز محافظ؟ هي اللي راح تفرز محافظ سواء الشيخ نفسه أو أسماء أخرى يعني راحها يعني تشوفها من حزب الجماهير؟ نعم من حزب الجماهير؟ نعم لن يكون المحافظ القادم إلا من حزب الجماهير عيثقة عالية طبعا ثقتنا عالية بجمهورنا وكذلك الحلفاء اللي هم عدهم قناعة بينا وأحنا عدنا قناعة بينا